اشتركوا في القناة كما يقول أهل بيته الذي غدا مظلما بعد فقدانه الأطفال عاشوا معاناة والدهم لحظة بلحظة والذي تجنب أن يبدو ضعيفا أمامهم فكان يتوارى عن أنظارهم فهو كان يذبح في كل مرة يشعر فيها بعجزه عن تأمين مصروف أولاده وعدم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم بيحاول ما يدخلش البيت عشان ما عنداش يطلب منه مصروفه يوم من الأيام هتطلب منه مصروفه قاله من شاء الله لا تطلب مني لتك تتموتني فانضغط كثيره وكان مش مقسر بأولاد أخوه خطواته الأخيرة باتجاه مبنى الديوان الملكي سبقها وداع لأبنائه الذين أحسوا أن والدهم على غير مألوف عادته ليتفاجأوا بخبر تحول إلى قضية جدلية استفزت مشاعرهم كما قالت زوجة الفقيد التي آثرت عدم الظهور لأسباب خاصة بها زي ما بيحكوا مات حرق مات حرام حكي فاضي الحرام الفازدين الموجدين في الأردن واللي بيستروا عليهم والكبار ملفه حمله دار فيه ما خلى فيه ولا محل ملف الفازدين لا جدوى دق ميت باب وما حدا فتح له باب زلمي ذاقت في الدنيا عنده خمسة عشر نفر طلاب جانعة وأطفال مهما قيل من كلمات منمقة تصف حالة أبو علاء وهو يتوجه بخطواته الأخيرة نحو حتفه فإنها تبدو عاجزة عن التعبير عن حجم الألم والحرقة في قلب افترسه الفقر ونال منه وحيدا وكأنما كان يجسد معنى قول الشاعر كفى بكداء أن ترى الموت شافيا هي حرب خاضها إذن أبو علاء على مختلف الجبهات متسلحا بهذا الورق وجسده أيضا الذي احترق دون مجتثاث الفساد الذي عانى منه بحسب وصيته لبرنامج نبض البلد ربيع الصوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر